انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي أسفر عن تعطل مرافق حيوية في المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية وسائل إعلام سعودية قالت إن الانقطاع بدأ الساعة الخامسة من مساء السبت وأن من بين المرافق التي تعطلت عدد من المستشفيات ومن محطات الوقود التي شهدت ازدحاما شديدا إضافة إلى أجهزة الصراف الآلي وفي السياق ذاته تداول سكان المنطقة الجنوبية نبأ وفاة مريض نتيجة توقف أجهزة إنعاش في مستشفى الأمير محمد بن ناصر في جازان كذلك تحدث الأهالي عن تعطل المولد الكهربائي للمستشفى ما دفع إلى استخدام سيارات الإسعاف كغرف للعناية المركزة في حين نقلت وسائل إعلام سعودية أن المولدات في مستشفى الأمير محمد بن ناصر لم تعمل وأن الأهالي طالبوا بفتح تحقيق في عدم تشغيلها من جانبها قالت وزارة الصحة السعودية في قطاع جازان إن وفاة المريض في المستشفى كانت طبيعية ونفت أي علاقة لانقطاع التيار الكهربائي بذلك من جهته قدم وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اعتذارا عن انقطاع الكهرباء عن المنطقة الجنوبية وقال في تغريدة على تويتر إنه ناتج عن عطل فني طارئ وإنه يجري حاليا تفعيل خطة طوارئ لمواجهة ما سماها العوائق التي أدت إلى انقطاع الكهرباء الجدير بالذكر أن المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية تقع على تماس مع محافظة صعدة معقل الحوثيين شمالية اليمن ولطالما كانت في مرمى نيرانهم وتعرضت في مناسبات عدة لقصف بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وكان أبرز هجوم هو ذلك الذي شنه الحوثيون على الأراضي السعودية بطائرات مسيرة منتصف الشهر الماضي وقد استهدفت خلاله محطة ضخ لخط الأنابيب شرق غرب الذي ينقل النفط السعودي من حقول المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي للمملكة المطل على البحر الأحمر ترجمة نانسي قنقر